طيب دكتور خالد تحدثنا عن عملية التقسيم ومن يقف وراء هذا المخطط وهذه المؤامرة ولماذا يريدون إسقاط أو تقسيم السودان لإضعافه بشكل كامل لكن هل التقسيم كان المقصود منه فقط أن تكون دولة في درفور ودولة أخرى في باقي السودان ولا هناك مخطط أكثر من ذلك وتقسيم السودان إلى أربع دويلات أو خمس دويلات هو في المشروع الصهيوني الكبير أن السودان تقسيمه لأكثر من منطقة وليس أن يتم أو أكثر من دولة وليس المطلوب أن يتم هذا التقسيم في لحظة واحدة على مراحل ممكن يكون مراحل المرحلة الأولى بدت بفصل جنوب السودان انتهت يا عطم انتهت طبعا بفصل جنوب السودان فيبقى ممكن تبقى المرحلة الثانية اللي هي فصل دارفور يعني تفصل دارفور وبعد كده الشمال بعد كده الوسط واللي هي زي الخمسة دول تكون هي المكونات على السودان وده زي ما قلت لك تخطيط ليس بالنسبة للسودان بالنسبة لمنطقة كلها وخريطة معلقة في الكونغرس الأمريكي اللي هي كل الدول العربية حتى مصر حتى مصر يعني من ضمن الخطة إنها برضي تقسم لمنطقتين لبنان كذلك بالتكسيم بتاعه أفتكر لثلاثة لبنان والعراق كذلك وسوريا وده كل مبني على الأساس العرقي يعني الأساس العرقي أو الأساس الطائفي الديني فكل منطقة من المناطق على الأسس الموجودة فيها يعني مثلا كالسودان على أساس العرقي دي يعني يمكن أن تحدث تماما وده بكون فيه إقراءات بالنسبة لمحدودي محدودي الفكر ومحدودي الفهم في داخل الدولة المعينة يعني يا من يكون فيه ناس متخلفين زي بتاعنا الدعم السريع دي يقول لهن يكون عندكم دولة حقتكم براكم في دارفور يفرح فرح غير عادي يعني لكن زي ما قلت لك هذه المسألة بعادلة بعادلة الوعي الآن الأصبح يتطور نتيجة لا يخطى هؤلاء الجماعات نفتكر في السودان المسألة دي على الأقل في مدى المنظور لا يمكن أن تحدث والمسألة دي بالمناسبة هي إنفازة إنفاز البدايات كانت من يعني بتتم بهذه المتجيش السوداني عندما يدم هذه المتجيش السوداني بعد كده الدائرين بيعملوه بالزاد بمستوى العمال المتمائي مع الغرب خاصة بمجموعة القوى السياسية اللي تم تكوينه اللي هي من قوى قحته والحرية والتغيير فكان إذا تم هذه المتجيش السوداني يعني كانت المسألة دي ببساطة ممكن تتكون طيب دكتور الآن نعم عندما تحدث عن الفاشر هذا موقع استراتيجي لهذه المدينة هي عاصمة درفور القديمة اليوم الجيش متحصم فيها والجماعات المسلحة والحركات المسلحة هناك حشدة حول مدينة الفاشر برأيك هذا الإصرار من قبل ميليشي الدعم السريع على إعادة الهجوم على الفاشر مرة أخرى إلى أين يقودها هو طبعا إذا الآن أخ محمد نتكلم عن ميليشي الدعم السريع بيكون ضلعنا برا للشبكة تماما الدعم السريع الآن انتهى لا يوجد هناك اسمها حاجة دعم السريع الآن الآن في مجموعة من المرتزغة ودي الكور بتحازي الحرابة وهؤلاء المرتزغة بيتم جلبهم من الخارج وبيتم استخدامهم للمشروع الأساسي زي ما قلت لك بتاع الصهيونية والبتنفذ الأمارات الأمارات أصبحت المرأة المسألة بالنسبة لها مزدوجة بالإضافة لأنها هي وكيل للمشروع الصهيوني لكنها تحولت المسألة بالنسبة لها ديجنيتي أو يعني كرامة كيف هذه الدولة اللي هي ممكن تعتبرها من أفقر الدول الموجودة في العالم تتطاول وتهزم الأمارات وده الكلام ده ما بقوله لسا أنا أتابع تماما يعني في فترة من الفترات منذ بداية هذه الحرابة تقريبا لفترة يمكن يكون قبل شهرين تقريبا لا يعني ما كان بتسمع من الأمارات عن يتكلم أو بيدور هذه المسألة غير محمد بن زايد وقرقاش يعني ديالي كانوا ظهرين في الصورة وديالي حتى كلامهم ما كتير لكن فعلهم كتير إذا كان مع المنظمات الدولية أو إذا كان مع المنظمات الإقليمية أو إذا كان مع الدول الموجودة حولها والعلاقات الموجودة معها حركتهم واضحة بالنسبة للناس لكن في الفترة الأخيرة أصبح الكلام بصورة واضحة جدا من مجموعة من الشخصيات الأماراتية أنا أصبح تتكلم يعني واحدة قبل يومين اسمها أفتكر من أفتكر الكتبي والله حاجة بالشكل ده يعني تتكلم هي مسؤولة من أليسي ممكن ما يكون دقيقة لكنها تتكلم عن مركز هي مسؤولة من مركز بتاع دراسات في الأمارات تتكلم بأن الأمارات لها الحق بأنها تقاتل في السودان لماذا؟ لأنها تقول أن الأمارات عندها استثمارات ضخمة جدا وهذه الاستثمارات الموجودة في داخل الأمارات لا بد أن يتم حمايتها في السودان في السودان فبالتالي يعني زي ما قلت لك بكذلك المسؤولة من الأشؤون السياسية في الخارجية الأماراتية برضو الإسم ما يكون مستحضروا لكنها هي التي تم تعيين رئيسة لجنة حل السلام في السودان بعد الاجتماع بتاع جنيف الأخير فالحكاية أصبحت في الأمارات يعني حتى الأجهزة الإعلامية أصبحت تتكلم بصورة واضحة جدا عن أنه هي لها الحق وليها أو تبرر هذه الممارسات الموجودة في داخل السودان فالأمارات المسألة بالنسبة لها زي ما بتلك في البداية هي كانت عبارة عن وكيل بالمناسبة أقول لك حاجة جميعا مهمة جدا في الظهور بتاع الأمارات الأمارات دي أكتم بذت الحرابة الأمارات ما كانت ما كانت ظهرة صحيح هي يعني مع التريندل ماشي بصورة عامة وهي لكنها ما كانت ظهرة حتى الدليل بذلك أنه عندما كان فيه الكلام عن مفاوضات جدة واللي دي طبعا كانت بدت يوم ستة خمسة اللي هي بدت تقريبا بعد بعد يعني كم وعشرين يوم من بداية الحرابة الفين ثلاثة وعشرين في البداية نعم الفين ثلاثة وعشرين ودي بالمناسبة الشغل الباكر ده للدعوة المفاوضات في الجدة التخطيط أنه المسألة دي في ساعتين ولا في ستة ساعاتها تنتهي لكن الجيش تجاوز الصدمة الأولى وبعد كده المسألة أصبح أحد بصور واضحة جدا أن الجيش أصبح حاضر عشان كده أخ محمد وانا هو تابع المسألة كنت بسجيله بالتاريخ بالذات الموقف الأبريكي كان في هذه الفترة قبل الإعلان عن مفاوضة جدة يتكلب بصورة مستمرة بأن هذا الشأن داخلي في ستودان يجب أن لا تتدخل أي دولة في هذه الحرابة لحد ما شعروا بأن الجيش تجاوز الصدمة الأولى ولم يتحقق تحولت المسألة لبعد كده هزيمة الجيش ويمكن استخدام وسائل أخرى من ضمنها المفاوضات بما لم نستطع أن نحققه عن طريق الإنقلاب لحد الوقت ده الأمارات ما كانت في الصورة بدليل شنو أنا دايج جايق النقطة جايق لها عندما أصبح الأمريكان يتكلموا عن الأجهات التي يمكن أن يضيفوها لمنبر جدة كان فيه كلام عن القاهرة كان الكلام عن الاتحاد الأفريقي كان الكلام عن الإيقاد لم يكن فيه كلام عن الأمارات باعتبار أنها هي جزء من الرباعية وحكاية بالشكل ده شايف فلحد الوقت ده تغريبا الأمارات ما كانت متى ظهرت في الصورة؟ لم تظهر في الصورة ظهرت في الصورة بمجرد ما الميزان أصبح بصالح الجيش؟ بصالح الجيش في اللحظات دي أصبحت هي تتدخل بقوة شديدة وداعمة وأكتر حتى كانت يعني في هذه ما كانت دعمة سريح في البداية محتاج لسلاح كثير لأنه أخي محمد أنا أتابع هذه المسألة بتفاصيله يمكن لو قلت لك رغم واحد أو يمكن يكون كان عنده أكتر من ثمانين دبابة صرصر أو عربة مصفحة صرصر عند الجيش عند الدعم السريع يمكن أكتر ألف من ألف ومئتين مدفع رباعي وزناي يعني أكتر من خمسة عشر ألف عربية متحركة ما كان في البداية في حوية للسلاح لكن في حوية لحشد المقاتلين وبالتالي كانت داد دور بتاع الأمارات في هذه المرحلة جلب المقاتلين من الخارج المسألة برضها يعني في دخول المقاتلين كذلك كيفية وصول لأنه كان في حد الوقت ويمكن يكون بعد شهر وأكثر من شهر كانت العلاقات بين تشاد وبين الخرطوم متطابقة تماما بل كانت اشتشاد حسب ما تعرف هي وبتفاطيل دقيقة إنها الهدف الثاني بالنسبة للدعم السريع بعد السودان هنا الدور بتاع الأمارات الجه والزيارة اللي كان طلب بدل ما يجي حمد بن زايد ليدب في نجمينها طلبوا إنه يجيوه في دبي ودي كانت النقطة بتاعت التحول بتاع محمد كاكا واصبح داعم بالنسبة للماليشيا وقبض ما قبضه من أموال وبالتالي كان التدخل الواضح وكان قدام كل الناس بتاع الأمارات وبتاع محمد بن زايد يعني مصلحة منفعية مادية فقط بالنسبة لمحمد كاكا في تقديري بيكون تم التفاوض معه بالحوجة لقوات الدعم السريع بأنها يعني يفتح لها المعابر ويفتح المعابر كذلك للمرتزغة اللي بيجيبوه من الخارج كان بيجي بالآلاف يعني في الوقت ذات والتشاد طبعا متخويفة فكان هنا عاملين ماشين مع بعض اللي هو التطمين تشاد من هذه الماليشيا والضمانات اللي بتضمن شنو لمحمد كاكا إنه هو يسيطر عليه الدعم السريع أو يمنع الدعم السريع بأنه يقول مرة أولا مغادرة كونر بالمال وطبعا يكون دغلتين أم المعابر من النغاشات إذا كان الحفزة نعم إذا كان الطبائل عندها علاقة بالأمارات إذا كان النجر نعم إذن ترجمة نانسي قنقر